من على حاجز رانتيس في رامالله تنسمت الفتاة عهد التميمي ووالدتها الحرية بعد قضائهما ثمانية اشهر في سجون الاحتلال بتهمة اعاقة عمل جنود الاحتلال بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه عهد مع ابنة عمها وهما تطردان جنديين اسرائيليين وتقومان بركلهما من امام منزلهما في قرية النبي صالح في رامالله ومنذ ساعات الصباح الاولى ينتظر الاهالي الافراج عن عهد ووالدتها حيث عرقل الاحتلال وصولهما لعائلتهما ولم تبلغ العائلة عن مكان الافراج حيث تنقلت منذ الصباح على كافة الحواجز العسكرية المحيطة برامالله وقد اكدت عهد على صعوبة الاوضاع التي تعيشها الاسيرات الفلسطينيات حيث تقبع في سجون الاحتلال قرابة الستين اسيرة يتعرضن للضرب والاهانة والحرمانة من الاحتياجات الاساسية الانسانية اكد الوضع صعب اكد درت السجون ابتضغط عليهم باتمنى ان الحملات اللي كانت اللي تكمل كلها على باكل الاسرة والاسيرات عشان يتحرروا كلهم وحظيت عهد باهتمام كبير على مستوى العالم حيث اصبحت ايقونة وطنية فلسطينية وبعيد الافراج عنها زارت ضريحة الشهيد ياسر عرفات واستقبلها الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة ليهنئها بحريتها لفضائية الحقيقة الدولية وعد الكار من قرية النبي صالح في رام الله فلسطين المحتلة